بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج التريند حالة النهاردة بالتأكيد هنتابع فيها آخر المستجدات والبرنامج اليومي لبعث التفارف النادي الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية خلاص العد التنازلي لانطلاق المباراة الأولى أمام فريق الدحيل عندنا تفاصيل عندنا كواليس عندنا استعدادات خاصة خلال الفترة القادمة وصور وفيديوهات وأخبار فقط وحصريا على شاشة قناة الأهلي لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة واللي بالتأكيد لعلاقة بالمشاركات الخمسة خلال الفترات السابقة ودي المشاركة الستة لفريق النادي الأهلي كم مدير فني قاضي الأهلي في كأس العالم للأندية شاركوا معنا عبر صفحات القناة بالسوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي نهاية الحلقة هنستعرض كل مشاركاتكم وإراءكم أو طبعا إجابتكم على هذا السؤال في ختام الفقرة الأخيرة من حلقة النهاردة لكن سريعا نبدأ بأهم ترندات حلقة النهاردة في ترند الأهلي الخطيب يتسلم شهادة فيفا الخاصة بمشاركة الأهلي في المونديال كمان في ترند الأهلي الفريق يواصل تدريباته في مونديال الأندية وفي الترند العالمي اليوم نهائي كأس العالم لكورة اليد بمصر أهلا بحضراتكم من جديد طبعا النهاردة في عدد من المباريات سواء مباريات كورة القدم أو حتى مباريات كورة اليد واليوم هو الختام لفعليات كأس العالم لكورة اليد اللي صدفتها مصر خلال آخر 15 يوم حدث استثنائي حدث كبير جدا العالم كله أنظره كانت بتتجه إلى مصر لمتابعة هذا الحدث الكبير كأس العالم لكورة اليد منذ لحظات انتهت مباراة تحديد المركز الثالث ورامة ما بين أسبانيا وفرنسا واللي انتهت بفوز أسبانيا 35-29 على المنتخب الفرنسي وبالتالي أسبانيا هي صاحبة المركز الثالث والماديلية البرونزية في كأس العالم لكورة اليد في مصر بعد قليل حوالي بعد ساعة ونص مباراة نهائي كأس العالم الدنمارك والسويد المنتخبين اللعب مصر في مشوار البطولة هم اللي وصلوا لي المباراة النهائية طيب على مستوى مباراة تاكرة القدم مباراة اليوم في الدور الإنجليزي منذ لحظات قليلة انتهت مباراة تشيلسي وبيرلي تشيلسي فاز بهدفين مقابل لاشيه وفي هذه اللحظات ليستر سيتي متعادل مع ليتز يونيتد واحد واحد الساعة ستة ونص واستهام يونيتد هيلعب مع ليفربول والساعة تسعة وربع برايتون هيلعب مع توتنهام مباراة اليوم في الدور الأسباني أيضا منذ قليل انتهت نتيجة مباراة ختافي وديبرتيفو ألفش بالتعادل السلبي سف سف مباراة قادش مع أكلتكو مدريد بعد حوالي ربع ساعة الساعة خمسة وربع غيرنات عيلعب مع سلتافيجو الساعة سبعة ونص برشلونة في ختام اليوم النهاردة عيلعب مع أكلتكو بالباو الساعة العاشرة مساء طيب مباراة الدوري الإيطالي منذ قليل أيضا انتهت مباراة سبيزا كلاتشيو مع أودنيزي أودنيزي فاز بهدف مقابل لاشيء وفي هذه الأثناء أطلنطا بيلعب مع لاتسيو ولاتسيو متقدم بهدف مقابل لاشيء وأيضا كروتوني بيلعب مع جينوى وجينوى متقدمة بهدفين مقابل لاشيء وكالياري بيلعب أيضا في هذه اللحظات مع ساسولو ومزالت المباراة في اهتعادل السلبي الساعة 7 نابولي هيلعب مع بارما والساعة 10 إلا روبا روما هيلعب مع هلاس الفيرونا ده بشكل عام جدول مباراة اليوم طبعا مباراة قوية ومصيرة مباراة لفربول بالتأكيد في ختام اليوم مباراة برشلونة إن شاء الله بإذن الله تكون مباراة مميزة وكل المشاهدين يستمتعوا بمباراة كورت القدم في جميع أنحاء العالم أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل لسا عندنا كلام مهم جدا فقرة تريند تريند وآخر أخبار وكواليس بأسة النادي الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية أهلا بحضركم من جديد وفقرة تريند 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 طبعا على السوشيال ميديا كلها من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الكلام كله على مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية لكن النهاردة برنامج الفريق الحافل بالأخبار العديدة أبرز خبر في هذه اللحظات وده اجتماع تم منذ لحظات قليلة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس البعثة اجتمع بالبعثة الإعلامية والإدارية داخل مقر إقامة فريق النادي الأهلي استعدادا بالتأكيد لتفاصيل كثيرة جدا من حيث تحديد المهام النظام شكل البعثة بالتأكيد والتعامل مع تعليمات الاتحاد الدولي لكورت القدم فيفا التعاون كمان مع اللجاء اللجان المنظمة شغل بالتأكيد بيليقى بالنادي الأهلي خلال هذه الفترة وتغطية أحية وحصرية على شاشة قناة النادي الأهلي وعلى كل بالتأكيد الوسالة الإعلامية المتعلقة بالنادي الأهلي لتغطية هذا الحدث الكبير كاس العالم للأندية حدث استثنائي يا جماعة حدث كبير جدا لذلك فيه اهتمام على جميع الأصعيدة وعلى جميع المستويات سواء المستوى الفني المستوى الإداري أيضا كمان بقى المستوى الإعلامي وزي ما انتوا قدامكم على الشاشة هو هذا الاجتماع الهام جدا اللي عقده اليوم الكابتن محمود الخطيب مع كل أفراد البعثة الإدارية والبعثة الإعلامية قدامنا على الشاشة بالتأكيد اجتماع الكابتن محمود الخطيب بجوار المهندس خالد مرتجي بدوره كمان كمنصق لبعثة النادي الأهلي مع الاتحاد الدولي لكورة القدم سترق أندي لعضو مجلس الإدارة بجوار الكابتن محمود الخطيب الأستاذ محمود عدلي مدير قناة النادي الأهلي الأستاذ أشرف عمر نائب مدير التسويق زمنا العزيز الإعلامي القدير الأستاذ إهاب الخطيب رئيس القناة المهندس عدلي القيعي وفد إعلامي على أعلى مستوى لتخطية كل جوانب هذه البطولة الكبيرة على جميع المستويات حتى هو يعني حتى الإدارة الهندسية الشغل الهندسي كمان عشان تعرفوا مدى التطور اللي حصل في السيغة الإعلامية عليه شاشة قناة النادي الأهلي الأستاذ جمال جبر الكابتن أسامة حسني الأستاذ إبراهيم المينيسي الكابتن أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق كان بيتكلم كمان حاليا مع الكابتن محمود الخطيب المهندس أحمد حسن مدير الإدارة الهندسية في قناة الأهلي عشان الأمور كلها تبقى بالنسبة لكم زي ما انتم شايفينه ها على الشاشة قدامكم واصلالكم صوت وصورة بكل التفاصيل سواء التفاصيل التنظيمية الإجرائية كل الأمور حتى الزملاء الأعزاء في السوشيال ميديا عبد الرحمن زميل العزيز أمير هشام موفد قناة النادي الأهلي على مستوى الإخراج زميل العزيز محمد دقروري الزميل العزيز شادي عبد السلام مدير التصوير الأستاذ محمد عجيبة مدير إدارة الإعلام الأستاذ جمال جبر وجهد كبير جدا بيتم في خلال هذه الرحلة حتى على المستوى الصحفي الزملاء طبعا الزميل العزيز عمر صاروة والكابتن أسامة حسني والأستاذ الإعلام الكبير الصحفي القدير الأستاذ إبراهيم المينيسي عايز أقول لكم اجتماع لتفاصيل كثيرة جدا هتم خلال هذه البطولة طبعا أنت بتشتغل في إطار معين ما بين تعليمات بتحددها اللجنة المنظمة المحلية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وفي تعليمات متعلقة بالشكل الإعلامي في خلال هذه البطولة أولا النادي الأهلي لما بيتعامل إعلاميا بيتعامل من خلال مبادئه المبادئ والقيم والشكل المتعارف عليه بالنسبة للنادي الأهلي أيضا كمان الأخبار الصورة الحصرية كل المعلومات اللي ممكن نوفرها لحضراتكم من خلال متابعتنا لهذه الرحلة وهذه الكواليس ده بيتم كمان بالتنصيق مع الرولز والشروط اللي بيحددها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في هذا اللي الشأن في هذا الاتحاد الآن تقدمكم على الشاشة هو أين بدور كبير جدا كمان في مسألة التنصيق مع الاتحاد الدولي مهندس خالد مرتجي قدامنا كمان لأستاذ طاري أنديل مهندسة حنان الزيني مديرة الترخيص واللوايح في النادي مهندس أحمد حسن مدير إدارة الهندسية وعمل جبار بيقوده بالتأكيد ده الأستاذ جمال جبر مدير إدارة الإعلام مع الزميل العزيز الأستاذ إهاب الخطيب رئيس القناة عشان في النهاية الصورة اللي توصل لكم من خلال إدارة الإعلام أو من خلال القناة الإعلامية أو قناة النادي الأهلي تكون على أفضل ما يكون تعبر بشكل إيجابي على شكل وصورة النادي الأهلي بالإضافة كمان أن نفس الإجراءات ونفس الشروط اللي بيحددها الاتحاد الدولي تبقى للحقوق والواجبات في هذه البطولة بيتم تنفذها من خلال هذا التنصيق على أعلى مستوى واللي بتأكيد المهندس خالد مرتجي أين بهذا الدور في التنصيق ما بين بعسة النادي الأهلي على المستوى الرسمي مع الاتحاد الدولي فيفا واللجنة المنظمة المحلية هذا العمل هيكون يوميا وعلى مدار الساعة طبعا ما بدأش من النهاردة ده بدأ من يوم الجمعة اللي فاتت أول ما الفرقة وصلت للمشاركة في هذه البطولة وكان في اجتماعات وورش عمل بالمناسبة تمت على مدار حوالي 15 يوم قبل الصفر البعثة بشكل رسمي يوم الجمعة الماضية وبإذن الله هذا العمل يظل على قدم وصاق حتى آخر يوم في البطولة يوم 11 فبراير من هذا الشهر الجاري بإذن الله طيب على سبيل بقى متابعة باقي الأخبار المتعلقة بالفرقة وتحديدا الناحية الفنية النهاردة طبعا كان فيه كلام مهم جدا متعلق بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا النهاردة الكابتن محمود الخطيب رئيس البعثة تسلم شهادة الفيفا الخاصة بمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية بالمناسبة تبتكلم دي المشاركة الستة مع كل بطولة بتشارك فيها الفيفا بيمنح الفرق اللي بتشارك شهادة رسمية بالمشاركة في هذه البطولة واعتزاز وتقدير من قبل الاتحاد الدولي على جهود كل فريق إنه هو يقدر يوصل لهذه المرحلة من المشاركة في كأس العالم للأندية فيفا دنكوا طبعا على الشاشة صورة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ورئيس البعثة بيتسلم هذه الشهادة وبالتأكيد حدث مهم جدا واستثنائي لما يكون بإذن الله إن شاء الله الفترة الجاية لما بيكون فيه مدحف بقى للنادي الأهلي هتشوفه على مدار كل السنين اللي فاتت ما بين كل عام 2005 و2006 و2008 و2012 و2022 المشاركة الستة في كأس العالم للأندية طيب لو هتكلم بقى على البرنامج اليومي للفريق النهاردة نقدر نقول هو اليوم التاني لمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية النهاردة تحدد البرنامج في خلال هذه البطولة اللاعبين تناولوا وجبة الإفطار النهاردة صباحا وجبة الغداء كانت في حدود حوالي الساعة وحدة ونص بتوقيت القاهرة في راحة في هذه اللحظات بالنسبة لكل اللاعبين موجودين في الغرف داخل الطابق الخامس في فندق الإقامة عشان الساعة خمسة ونص بعد حوالي ربع ساعة من دلوقتي هيكون فيه تناول وجبة خفيفة قبل الاستعداد للدخول في صالة الألعاب الرياضية صالة الجيمانيزيوم عشان يكون فيه تدريبات تأهلية في الجيم الساعة خمسة وربع الساعة سبعة هتتحرك الحافلة من مقر الإقامة إلى ملعب التدريب عشان خود المران الساعة سبعة ونص على ملعب جمع التقطر بالتأكيد هذا التدريب هتكون التدريب التاني ودامكم هذه اللقطات الحصرية للبعثة من داخل القاعة المخصصة للطعام وتناول الوجبات في فند والإقامة وبالمناسبة ده بيتم من خلال طبيب التخزية من خلال الأكل معمول كله بسعرات حرارية طبعا محددة ده لي علاقة طبعا بالتخزية للفريق الكورة فريق الكورة التخزية بتاعته مختلفة تماما عن التخزية المتعلقة بالإنسان العادي أو الإنسان الطبيعي وده لي علاقة بقى بالسعرات الحرارية والتحضير للمباريات وكل يوم ممكن وجبة بتختلف عن الوجبة التانية لغاية لما توصل لمعاد المباراة قدامكم على الصورة هو دكتور عبد الرحمن سعيد طبعا دكتور التخزية وأخصاء التخزية لبعثة فريق النادي الأهلي وبالمناسبة وموجود مع الفريق في كل المعسكرات وفي كل المباريات سواء محلية وإفريقية أو حتى حدث دول كبير زي كأس العالم للأندية طيب الكوتش بيتسو بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب إفريقي للنادي الأهلي هيعقد النهاردة محاضرة فنية بالفيديو لليعابين داخل فند والإقامة قبل التحرك إلى ملعب التدريب استعدادا للمران الثاني محاضرة الفريق النهاردة هتكون الساعة سبعة وتلت سبعة وتلت بتوقيت الدوحة لكن ستة وتلت بتوقيت القاهرة قبل المغادرة لمقر المران إن شاء الله بإذن الله ودي محاضرة بيتسو موسيماني بيتكلم على آخر الأمور الفني اللي عايز يتكلم فيها ولا يطبقها النهاردة في المران قبل التحرك إلى التدريب استعدادا لمباراة الدحيل المحاضرة بالمناسبة بتشهد عرض ملخصات متنوعة لمباراة الدحيل وشرح نقاط القوة والضعف الفريق المنافس وتحفيز اللاعبين خطة اللاب ومراجعة كافة الأمور الفنية المتعلقة بفريق الدحيل في افتتاح مشوار مباراة كأس العالم عايز أأكد على جزئية مهمة جدا بلاش كلام على مباراة باير نيم يونيخ كل الناس وكل الجمهور المتابعين عبر السوشيال ميديا إحنا عندنا مباراة هي الخطوة الأولى يوم الخميس القادم مباراة الدحيل محدش بيفكر أنه يطلع الدور الثالث قبل ما بيعدي على الدور الثاني فبالتالي أنت مش هتروح لمباراة يوم 8 فبراير إلا لما تلعب مباراة يوم 4 فبراير وتكسبها فبالتالي الكلام لازم نتكلم على مباراة الدحيل مباراة صعبة جدا مباراة محدش يستهين بيها فريق الدحيل فريق قوي بالمناسبة عنده عناصر قوية جدا فبالتالي إن شاء الله بإذن الله يقدر فريق النادي الأهلي يعمل مباراة كبيرة ويتخطى هذه المواجهة وإن شاء الله بإذن الله نقدر يعني أو التوفيق يكون حالفنا في هذه المباراة الناس كلها بتشتغل وكل واحد بيحاول يقدم أفضل ما لديه لكن التوفيق يا رب بإذن الله يكون حليف فريق النادي الأهلي الفريق يتضرب النهاردة على ملعب الجامعة وملعب واحد في ملعب الجامعة هو مخصص فقط لبعثة النادي الأهلي وهذه الملعب هي ملعب المنتخبات في كأس العالم 22 ملعب النهاردة التمرين هيكون عليه التمرين التاني ما بيضغيرش نفس المكان ونفس الملعب زي قدامكم على الشاشة هو ده المران اللي كان بالأمس واللي استمر حوالي 120 دقيقة شهد حصول اللاعبين على تدريبات بدنية وفنية متنوعة في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة الدحيل المقبلة النهاردة يكون التمرين التالت وهتفضل التدريبات مستمرة على هذا الملعب حتى يوم الأربعة القادم لأنها بعدها مباشرة تتحرك إلى ملعب المدينة التعليمية أستاذ المباراة ومش هتتمرن عليه مران كامل هتنزل وتزور الملعب وتتحرك وتمشي على أرضية الملعب بالأحزية لكن دون إجراء أي تدريبات تبقى لتعليمات اللجنة المنظمة المحلية مع الاتحاد الدولي في فا الجهاز الطب النهاردة بيؤكد تحسن حالة محمد هاني ده خبر يعني الحمد لله يسعدنا قبل انطلاق المباراة بحوالي أربع أيام أو ثلاث أيام لأن طبعا إصابة محمد هاني من فترة مع شعور رحسين الشحاد بإجهات شوية في العدل الخلفية يعني أربك الحسابات شوية بالنسبة للجهاز الفني لكن إن شاء الله من النهاردة من الحد الغاية يوم الأربعة يقدر الجهاز الطبي مع الجهاز الفني يتوصلوا إلى التشكيلة الأساسية وأفضل اللاعبين من الناحية الفنية والبدنية في الاستعداد لهذه المبران كابتن سيد عبدالحفيز مزير الكرة أكد أن محمد هاني سيكون متواجدا في التدريبات الجماعية بعد غد السلساء وقال إن شاء الله يكون موجود في تدريب التلاب وإحسين الشحاد النهاردة نحاول نتطمن في المرانة على حالته ومدى جهازيته للفترة اللي جاية والكابتن سيد قال أنه بيصق تمام الثقة في قدرات لعب الأهلي على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الدحين دي كانت مجموعة من الأخبار والتفاصيل من معسكر فريق النادي الأهلي وآخر الأجواء بالنسبة للفريق منذ الصباح وحتى هذه اللحظات لكن في هذه الأسناء أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل لسه عندنا تفاصيل أكتر وأخبار حصرية من مقر إقامة تبعسة فريق النادي الأهلي ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد طبعا أجواء بطولة كأس العام الأندية فرضة نفسها على كل المشاهدين والمتابعين لدرجة بالأمس كل كان بيتابع نهائي كوبا لبرتدورز ما بين بالميراس وسانتوس طبعا مباراة حازت باهتمام ومتابعة كبيرة جدا من الجماهير المصرية رغم أنه بالمناسبة يعني محدش هيقابل هذا الفريق المتأهل إلا إن شاء الله بإذن الله لما نتأهل إلى المباراة النهائية لكن في النهاية بالميراس بالقضية أيضا فاز على سانتوس في اللحظات الأخيرة وفي ديئة 98 في الوقت القاتل هدف من ضرب الرأس مميزة جدا قدر فيها بالميراس يكسب بطولة كوبا لبرتدورز ويتأهل للمرة الثانية لكأس العالم للأندية بالميراس سبق لي فاز بكوبا لبرتدورز مرة قبل كده وده بالتأكيد انتصار وفوز بالبطولة للمرة الثانية على حساب اسم كبير سانتوس البرازيلي اسم كبير جدا فيه الكرة البرازيلية وتحديدا فيه أمريكا الجنوبية خلاص بالميراس دلوقتي حاليا خلاص هيتأهل لكأس العالم للأندية وهيكون موجود فيه طبعا الضوحة للمشاركة في هذه البطولة يوم 3 فبراير بايرن ميونيخ وصل تصدره للدور الألماني فاز آخر مباراة على هوفنهايم 4-1 وهيلعب بهرتة برلين إن شاء الله قبل ما يسافر لمنديال الأندية وهيسافر إن شاء الله يوم 6 فبراير طيب عايزين نتطمن على أخبار البيعثة والجديد في هذه اللحظات وآخر الترتيبات تقابل التحرك إلى طبعا الملعب التدريب والأجواء بعد ظهر اليوم لذلك أذهب في هذه اللحظات إلى الزميل العزيز أمير هشام موفد قناة النادي الأهلي من مقر إقامة تبعسة فريق النادي الأهلي مساء الخير يا أمير مساء الخير عليك يا محمد تحياتي لك وتحياتي لكل مشاهدي ومتبع قناة النادي الأهلي في كل مكان مفتقد جدا البرنامج في الحقيقة لكن في كل الأحوال مبسوط جدا بتواجدي مع الفريق كموفد لبعسة قناة النادي الأهلي كواليس كتير جدا هنا مهمة وأخبار همة جدا جدا بتتعلق بفريق النادي الأهلي عشان تخرج من الأجواء شوية بسبب الإجراءات الاحترازية الصعبة جدا في وجودكم داخل فند والإقامة كل هذه التفاصيل بقى والمعلومات والإضافات اللي عندك قبل التحرك إلى ملعب التدريب كويس الإجراءات الاحترازية في الحقيقة مضاية في القوة ومشددة جدا جدا يا محمد وأنا حابب أبتدي بالجزئية دي تحديدا عشان أأكد على كل جماهير النادي الأهلي وعلى كل المتابع برنامج الترند إن ما فيش أي تهاون في تطبيق هذه الإجراءات الاحترازية ما ينفعش خالص خالص اللي جوه الفندق يخرج بره مستحيل واللي بره يدخل جوه الفندق ده أيضا أمر مستحيل بالمناسبة فيش أي نزلاء إطلاقا إطلاقا موجودين في مقر إقامة النادي الأهلي إلا بس فريق النادي الأهلي وفريق أولسن هونداي الكوري الجنوبي هم دول فقط البعستين دول فقط اللي متواجدين في مقر الإقامة هنا فيما عدا ذلك ما فيش أي فرض تماما تماما بيقترب من بعثة النادي الأهلي وده تبقى للإجراءات الاحترازية المشددة وكمان تبقى لتعليمات الفيفا المشددة جدا جدا بخصوص كيفية تطبيق هذه الإجراءات ده أمر من ضمن الأمور الهامة جدا تتعلق بفريق النادي الأهلي لكن فيما يتعلق بالكواليسة محمد بشكل عام فالفريق النهاردة برنامجه بالشكل الطبيعي جدا في طار الصبح غدا كان في تمام الساعة السلسة عصرا بتوقيت الدوحة هنا وكمان كان فيه برضو اجتماع كده من قبل كابتن محمود الخطيب مع البعثة الإعلامية للنادي الأهلي ومع إداريه النادي الأهلي للحديث عن بعض النقاط الهامة لتتعلق بكيفية التعامل خلال التواجد هنا في مقر الإقامة مع التجديد على ضرورة الالتزام لكل أفراد البعثة وفي الحقيقة ما حدش مأثر بشكل كبير جدا لكن هو اهتمام طبعا ضروري جدا جدا من رئيس البعثة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالمناسبة كمان نهاردة كابتن محمود الخطيب استلم الشهادة أو شهادة الفيفا للنادي الأهلي بخصوص مشاركته رقم 6 في تاريخ بطولة كاس العالم للأندية وده أيضا كان أمر مهم جدا خليني كمان أقول نقطة من الكواليس غاية في الأهمية محمد إن الفيفا طلب تيشرت النادي الأهلي بتوفير كابتن محمود الخطيب علشان يحطه بالضبط علشان يحطه في المتحف الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم لفتة مهمة جدا وكان حريص طبعا كابتن محمود الخطيب إن هو يلبي هذا الطلب وده إن ده يدل على عراقة النادي الأهلي وأيضا يدل على الاسم الكبير لكابتن محمود الخطيب في الكرة بشكل عام بتحديد الكرة الأفريقية كأحد أبرز أساطير الكرة الأفريقية يعني دي برضو كانت نقطة غاية في الأهمية لكن خلينا أقول لك برضو إيه اللي بيحصل خلال هذه اللحظات الفريق تغدى تلعى كل اللاعب على غرفته محدش بيخرج إطلاقا كير لبعض الألعاب الترفيهية والمتوفرة هنا داخل مقر الإقامة عشان يتم يعني مواجهة الملل اللي بيحصل لبعض اللاعبين أو اللي بيحصل ككل بسبب طبعا إجراءات الاحترازية المشددة ويعني التعليمات المهمة جدا فأضيق الحدود كده في بعض الألعاب الترفيهية زي إيه أمير طيب؟ ببقى برضو في مكان محدد يعني مثلا زي بلاي ستيشن فايف ده أبرز الأمور يعني أو أبرز الألعاب الترفيهية الموجودة هنا اللاعبين يعني بتنوبوا على المباريات على بلاي ستيشن فايف خلينا أقول لك بالتحديد أكتر واحد بيطلق في اللعبة دي هو طاهر محمد طاهر حريف جدا جدا وبيكسب يعني فرق سكور أربعة وخمسة في الحياة ومكسر الدنيا فزي ما هو لعيب في الملعب هو كمان في البلاي ستيشن بيلعب بشكل ممتاز جدا فيه كمان اللعبة اللي هي بالكورة دي اللاعبين بيلعبوها كده بأيديهم زي كمان في السهم يعني بعض الألعاب الترفيهية البسيطة اللي بيلعبها اللاعب النادي الأهلي ده بالمناسبة بالمناسبة ما بشتتش إطلاق اللاعب النادي الأهلي لكنه هو بس بيخرجهم من يعني الأجواء اللي احنا متوقفين فيها الأجواء اللي تتعلق بالإجراءات آه إجراءات الاحترازية وحالة الملل اللي ممكن يمر بها أي حد بأمر طبيعي في الحقيقة بسبب هذه التجديدات النهاردة النهاردة حيكون فيه مرعوم للنادي الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الدوحة هنا السابعة بتوقيت القاهرة مران أكيد هيكون من ضمن التدريبات الهامة جدا بالنسبة للعاب النادي الأهلي ويواصل استعدادته بشكل طبيعي يا محمد عايزة كامير تطميني طبعا بكل التفاصيل المتاحة بالنسبة لك بالنسبة لحسين الشحات ومحمد هاني يعني في خلال دي طبعا تقدر تطميني على الحالتين بالنسبة للتنين اللاعب وبقى أفراد الفريق إن شاء الله كل في حالة فنية وبدنية كويسة ولا شايف الأمور ازاي بالنسبة للعابين في مران الأمس والنهاردة في الصباح الحالة البدنية والفنية لكل اللاعبين مميزة جدا جدا باستثناء زي ما انت قلت حسين الشحاته محمد هاني بس أنا عايزة تطمين جمهور النادي الأهلي يا محمد محمد هاني مبرح عمل اختبار طبي كده جري حول الملعب ما اشتكاش من أي ألام خالص حتى طبيب الفريق سألوه هو بيجري ها في أي حاجة حاسس بأي حاجة قاله لم فيش أي حاجة خالص يعني النهاردة حيواصل برضو اختبار طبي جديد عشان تأمن على اللاعب بشكل أكبر وتتأكد من جهازيته من المشاركة في بطولة أو في تدريبات النادي الأهلي الأول وبين سمى المشاركة في أول مباراة النادي الأهلي أمام الدحيل بإذن الله لكن أبشر جمهور النادي الأهلي نسب لحق محمد هاني بالمباراة كبيرة بإذن الله أقل التقدير هيكون على دكة البدلاء فيما يتعلق سريعا بإحسن الشحات حالته مطمئنة أيضا بعد بكرة بالكتير إن شاء الله يشارك في التدريبات بشكل طبيعي مع الأهلي بإذن الله زميلي العزيز أمير هشام موفد قناة النادي الأهلي أنا بشكرك شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات والإضاحات من معسقر الفريق استعدادا للمران الثاني اليوم في استعداد مباراة الدحيل بإذن الله يوم الخميس القادم أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضركم باقي فقرات برنامج التريند أعلم بحضركم من جديد واستكمال باقي فقرات برنامج التريند طيب فقرة تريند أولاين النهاردة فقرة السكايب فقرة مختلفة شوية لأن كل وسائل الإعلام والسوشيال ميديا خلال 48 ساعة الماضية ما بتتكلمش ولا عندها حديث إلا على استقبال جماهير النادي الأهلي اللي بيعست الفريق فور الوصول للمشاركة في كأس العالم للأندي زي ما عملنا لكم مفاجأة وانفراد لما تواصلنا مع ربطة مشجعي الأهلي وعملنا لقاء مع رئيس الربطة المستشار حسامة مبلوعلة النهاردة عندنا تفاصيل أيضا ولكن مع الأستاذ محمد دا سمير أسيمو المتحدث الإعلامي لربطة مشجعي النادي الأهلي عشان عندهم بعض التفاصيل الخاصة بمتابعة جماهير الأهلي لبعثة الفريق خلال هذه البطولة والحضور الجماهيري يوم مباراة الدحيل الخميس القادم في كأس العالم للأندي أستاذ محمد دا سمير راسيمو أهلا بحضرتك على شاشة قناة الأهلي وبن هنا من قناة الأهلي كلت الشكر والتقدير على الاستيبال الطيب اللي قمت بيه بصراحة وجماهير النادي الأهلي العريضة قمت بيه في استيبال البعثة من المطار لغاية فندق الإقامة أستاذ محمد أهلا وسهلا بك برحب بحضرتك وطبعا شرف لنا الظهور على قناة الأهلي طبعا التقدم للأهلي دا ناصنج نتمنى أننا كنا نقدم أكثر من كده ولكن حضرتك تعرف طبعا أن فيه تدابير احترازية متابعينا هنا في دولة قطر والحمد لله أننا توفقنا أن نعمل أكبر قدر ممكن من التشجيع والحماس بالترحيب بفريقنا العظيم طيب عايز أعرف منك بقى طبعا التدريبات كلها فيها إجراءات احترازية وممنوع حضور الجماهير بتتعاملوا زي مع هذا الشأن من النهاردة لغاية مباراة الدحية يوم الخميس ويوم المباراة آخر الجديد بالنسبة لكم في التحضير لهذه المباراة ولكن محمد هو المفروض أن نحن طبعا كلنا هنا واخدين على التدابير الاحترازية معظم الجماهير الأهلوية خاصة عندها صقافة عالية جدا في الموضوع ده تمكن حضرتك لمست دوت في الاستقبال شفت التابعة بالابتماع الموجود الحفاظ على الكمامات أن دايما الناس متبعد عن بعضها برضو نفس الموضوع أنت تعرف طبعا أن هي موضوع الكابسولة الطبية أو الفقاعة الصحية التي تبقى موجودة ده تمنع أي اختلاط مع الفريق أو البعثة عموما يعني حتى الاقتراب من القتيل الإقامة بتاع اللعيبة أو حتى الملعب بتاع التدريب بتاع اللعبين فطبعا كل الناس منتزمة بالموضوع دوت محدش بيحاول أنه هو يقترب من البعثة وإن كان معظم الجماهير نفسها طبعا أن هي تتعامل مع اللعيبة نفسيها وتقدر أن هي تختلط بيها ولكن دوت طبعا هيكون لصالح الفريق وإن شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق للفريق بإذن الله تمام أنا عايز أأكد على جملة مهمة جدا قبل ما تنتقل الحديث عن يوم المباراة يا جماعة عشان تعرفوا الإجراءات الاحترازية وصلت لأبعد مدى وإزاي الصعوبة وصلت في تطبيق هذه الإجراءات من حوالي شهرين تأكيدا لكلام أستاذ محمد سمير كان فيه تصفيات غرب أسيا وشارع أسيا بالنسبة للأندية في دور أبطال أسيا نادي فيسل كوبي الياباني بيلعب فيه إنيستا طبعا نجم طبعا برشلونة السابق وإتشافي هو المدير الفني لفريق السد في الدوحة اللي اتنين عشرة سنين وقعدوا كتير جدا مع بعض وليموا مع بعض كتير في برشلونة لكن لما إنيستا جمع الفريق الياباني وتشافي موجود كمدير فني الفريق السد تخيلوا طول فترة إقامة المباراة ما عارفوش يتقابلوا إطلاقا بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية ده تأكيدا لكلامك عشان الناس تبقى مستوعبة الإجراءات الاحترازية بتتطبق إزاي وعندك انتوا بتكلموا عن اتنين من نجوم العالم إنيستا وتشافي عشان تعرفوا الإجراءات بتتطبق بأي مدى وبأي قدرة طيب يوم المباراة أستاذ محمد هتحضروا لها إزاي ودخول الجماهير والتزاكر سماية ان اتطرح كمان نسبة من التزاكر في هذه الفترة طبعا واحدات تعرف كابتن محمد أن نسبة الحضور هي 30% فقط لغير من ساعة الاستاذ ساعة الاستاذ تقريبا في حدود الـ 40 ألف متفرج هيكون متواجد فقط 30% منهم هيكون 50% المفروض لفريق دحيل و50% لفريق الآلي ولكن بما أن التزاكر بتطرح على الموقع الرسمي للفيفا كان فيه هجوم غير طبيعي من جماهير النادي الأهلي على الموقع لحاجز أكبر قدر ممكن من التزاكر وببشر كل جماهير الأهلي إن إن شاء الله تلتة شمال هتكون حضرة ويتكون متواجدة في الملعب بإذن الله ومش تلتة شمال بس معظم جنبات الملعب إن شاء الله هتكون ممتلعة عن أخرها لجماهير الأهلي بس بالنسبة المحدودة اللي هي 30% طبعا إحنا كنا منحضر لدخلة وكنا منحضر لفعاليات كبيرة جدا ولكن طبعا الظروف اللي إحنا متواجدين فيها كل حاجة بنمشي فيها بيكون عن طريق اللجنة المنظمة والجهات المعنية هنا في الدوحة اللي بنشكرهم بصراحة من خلال قناة الأهلي وأن هم بصراحة زللوا عقبات كتير بالنسبة لنا كل اللي احنا طالبين وبس موضوع الدخلة ده لسه لحد الآن لم يتم الموافقة عليه معظم الجماهير هتكون فيه تنصيب ما بينها وما بين إدارة الربطة في طريقة الدخول وطريقة التشجيع والفعاليات الكبيرة اللي بيقوم بها جماهير الأهلي من خلال الكوادر اللي موجودة بالربطة في تشجيع النادي الأهلي من الثالثة شمال وجميع جنبات الملعب إن شاء الله أستاذ محمد ده سمير راسيمو المتحدث الإعلامي لربطة مشجيع الأهلي في مونديال الأندية أنا بشكرك شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات والإضاحات وجهد كبير جدا وده طبيعي طبعا من جماهير النادي الأهلي في كل مكان لأن أنتوا كان عندكم تحدي كبير قدام العالم كله شعبية الأهلي لا تضاهى في أي مكان في مصر وفي الوطن العربي وفي الخليج العربي وفي كل أنحاء العالم الناس كلها شافت ده صوت وصورة رغم تطبيق الإجراءات الاحترازية الصارمة في كأس العالم للأندية أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل لسا مكملين بحضراتكم باقي فقرات برنامج التريند أعلم بحضراتكم من جديد زي ما نشايفين طبعا بنحاول أن نستعرض أكبر قدر من تفاصيل حلقة النهاردة لكن روحنا لتكلمنا عن الجمهور واتكلمنا عن البياسة نروح دلوقتي لتريند الأهلي والمحتوى الموجودة عبر السوشيال ميديا صفحة النادي الأهلي الرسمية طبعا اتكلمت على الحساب الرسمي للنادي الأهلي فريق واحد هدف واحد قدامنا صورة وليد سليمان مع محمد هاني وبالتأكيد الاثنين مصابين مش موجودين في تدريبات الجماعية والصورة الثانية فيها سعد سمير وأيمن أشرف وبيحيهم لأن الفريق هدف واحد والفريق واحد استعدادا لهذه البطولة الكبيرة وإن شاء الله يقدمه أقصى ما لديه طيب نروح لمشاركات الجماهير عشان وقتنا بيجروا معاكوا بسرعة وطرحنا سؤال على فكرة كم مدير فني قاضي الأهلي خلال مشاركات الأهلي في كأس العالم للأندي أحمد سعيد بيقول تلاتة ومسيماني هو الرابع قال التلاتة هو منو الجزيح حسام البدري محمد يوسف إبراهيم ندا بيقول أربعة نشوف أراء أخرى أو إجابات أخرى عبدالعزيز داود بيقول جزيح والبدري ويوسف ورابعهم الموس الكوتش بيتسو أسامة فاروق بيقول تلاتة منو الجزيح حسام البدري محمد يوسف آخر حاجة معايا في المشاركات مصطفى قرم بيقول مانو الجزيح حسام البدري وآخرهم كان محمد يوسف وهذه المرة الرابعة مع بيتسو مسماني مصطفى غانم بيقول تلاتة الله ينور بجد على المشاركات وطبعا إجابات الناس على مين هو كان مدير فني قاضي الأهلي في كأس العالم الأندية طبعا 2005 و2006 و2008 كان الكابتن مانو الجزيح 2012 كان كابتن حسام البدري 2013 كابتن محمد يوسف و2020 الكوتش بيتسو طبعا المدير الفن الجنوب إفريقي لفريق النادي الأهلي وتكون مشاركة إن شاء الله جيدة في المشاركة السابقة بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله أنا ألتقي على خير في حلقات أخرى قادمة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء